لما أنا ما استوردت 95% من احتياجاتي كمستلزمات دوائية عشان أصنع الدواء صناعة الدواء هنا أصلاً تبقى الحالة أنه مركبه زي الصيدليات مش بصنعه لكن عموماً هل بقى ده متعلق بأزمة الدولار وارتفاع سعر الدولار فقد أدى إلى إنه الاستيراد قل ولا الأسعار زادت فممقاش فيه استخدام المواد دي أو استيراد لها حالك عارف أني الصناعة مدخلات ومخرجات فبالتالي احنا مرتبطين بأسعار الدوار كل ما أسعار الدولار بيحصل فيها تزابذب كل ما بيحصل عندنا أزمة كان آخرها مع أول تحرير لسعر الصرف في 2017 حصلت أزمة كبيرة في مصر اتطرت الحكومة المصرية في يناير إنها تزود 3.010 صنف دواء بحوالي الغاد 60% ده في 2017 في 2017 مع الفترة الأخيرة من 2020 بقى لأنا نحس تاني أن في مشاكل حقيقية بقت موجودة فتفقمت في آخر 21 ثم 22 ظهرت إحنا لوقتي بنتكلم أن في أصناف كتيرة زي ما حضرت تفضلت وقلت منقذة الحياة أصبحت مش موجودة نتيجة بعض العوامل أهمها إن إحنا ما بنيجي نسأل الشركة على طول بعتبرنا جهة محايدة فبتقول لنا الحقيقة بتقول لنا أنا جاهزة بس ما عنديش اعتماد إن أنا بعتجيب من بر أو البضاعة موجودة في البحر ومش عارف أدخلها فبالتالي ده بيحصل مشكلة حقيقية ده بخلاف إن حضرت كنت بتتفضل وتقول ده والغضة الدركية ده ده بيجي مستورد من الخارج بعد أصنع الفاصل بالزابط كده ده في نقص شديد ده الدكاترة النهاردة والصيادلة بيدوروا يعني عمين استغاثات إن حد قريبه محتاج اللعبوة دية كلام ده كله ده وصلت للأمر إن حد بيقول لنا محتاج الدواء الغد دوت حتى لو كان إكس باير كمان كمان آه الصلاحية بتاعته قلت بالزابط كده نظرته الشديدة ومش موجود ولا ما فيش مدائل محلية له ولا في مدائل أقل كفاءة لأنه الدواء ده دواء يعني تقريبا تعتمد عليه معظم سيدات مصر يعني فيما خص مرض الغد الدرقية يعني ده بالتأكيد طبعا إذا ما هذاك تفضلت وقلت للأسف الشديد إحنا عندنا فيه مشكلتين مشكلة أولانية إن أغلب الدكاترة إحنا في مصر حوالي فيه 18 ألف صنف دواء معتمن معتمن فمش بالضرورة الدكتور طبعا بقعرف 18 ألف صنف الدكتور بقعرف المندوب اللي دايما يخبط عليه لكن فيه أصناف مصرية فيه أصناف مصرية عندها كفاءة عندها كفاءة لكن دي ترجع لاختيار الدكتور بس يعني الدكاترة متخصصين كلهم فيه مجاله كلهم فيه مرض اللي بيعالجه فأكيد مش طبطاش ألف ده بيعالج كل الأبراء إنما المرأة الرجل بتاع البطنة بتاع القلب عارف المتين دواء بتاع القلب يعني أكيد حفظه آه بس دي محتاجة شغل من وزارة الصحة ومن نخبات المهنية التبية إنها توفر يعني فيه دواء زي الدواء بتاع الغد فيه ثلاث أدوية مشابهة موجودين لشركات مصرية بس فكرة الوعي عند المريض إن الدكتور هو بيكتبه الدواء بيقوله أوعد غيره أوعد جيب البديل بتاعه فبالتالي المريض بيعمل كعب دايرة عشان يقدر يشوف الدواء اللي موجودة عنده ما عندوش ثقافة إنه طب ما فيه مثيل نفس المادة هيها هي ولكن الاسم التجاري مختلف مش عارف المريض برضو بيلجع في الآخر للبديل بس ممكن يكون البديل مريحوش بنفس فيه مثيل اللي هو نفس المادة الفعالة وفيه بديل حاجة قريبة منها والصيادلة بيحاول يقوم بمجهود كبير للموضوع دواء عشان يبيعوا وعشان بالتالي يزللوا المشاكل اللي موجودة لكن الوعي عند المريض أصلا مش موجود يعني العيب فيه إنه إحنا بنستورد المواد الخام والدولار هو اللي بيحرك صناعة الدواء في مصر بهذه الطريقة خلينا أقول ده مفصل القصة بالزابط كده دي البداية خلينا أقول لحرك حاجة مش هتكلم على حق في الدواء هتكلم عن غرفة صناعة الدواء اللي هم الناس المصنعين للدواء في مصر هم قالوا تصريح كارسي من حوله أسبوعين إن المغزون الاستراتيجي يكاد يكون يعني اللي هو المواد الخام اللي بيتم التصنيع بيوم انت بتاخد كل يوم يعني إذا افترضنا إن فيه دواء بلند مش موجود فأنت بتلجأ للمثيل بتشتغل على كتير فبديجي يوم يبقى يخلص فبتروح للبديل نفس القصة فالمغزون فالمغزون بيقل الاحتياط النقدي أو الاحتياط الأمح الاحتياط الدواء فيه قطر اه بالزبط كده وفي نفس الوقت غرفة صناعة المستفزمات التبية عملت بيانة استغاثة إن عندها مشكلة خطيرة جدا خلينا أقول لحضرك إن فيه عمليات متعلقة بالقلب اللي إن ما فيهش مضخات قلب فيه عمليات متعلقة بالمفاصل فيه عمليات كتيرة جدا جدا فيه أطفال أجهزة قياس السكر ما بيقيتش موجودة بالتالي أهليهم منعوهم من النزول إلى المدرسة أو للشارع فيه أطفال عندهم مشاكل فيه كوقع نفسها السماعة إن القطع الغيرات بتاعتها ما بيقيتش موجودة ده بيخلاف إن الأتنان بتاعتها بقت موجودة في السوق السوداء بحوالي الضعفين يعني خلينا أقول لحضر دك فيه أجزاء من السماعات كانت بألف وتمينمين جنيه بقت بربع تلاف جنيه نفس القصة الأطفال اللي بيستخدموا العربيات الكهربائية المجهزة الحالات الخاصة للأسف الشديد أطفال فوق الخمسين كيلو عندهم مشكلة حقيقية دلوقتي لإنه ما فيهش كتغيار فأنت بتكلم عن سوق الصحة مثل زمس التباية مرتبط بالدولة